دعونا نقترب أكثر من تفاصيل ميراجعين الأخوة الإنسانية ينضم إلينا من أبو ظبي عبر برنامج مايكروسوف تيمز ياسر القرقاوي مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح والتعايش مرحبا بك خوي ياسر بدايتنا لعلوم الدار نتحدث عن مجمل الجلسات الحوارية التي عقدت طيلة الأيام الماضية و أثرها برأيك على المجتمع بشكل مباشر أهلا وسهلا شكرا جزيلا في البداية على الاستضافة و شكرا لعلوم الدار حقيقة يعني مجمل هذه الجلسات و أهم هذه التوصيات نحصرها في ثلاثة نقاط رئيسية و نقاط كثيرة حقيقة لكن النقطة الأولى الرئيسية التي هي من أهم توصيات هذا المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجه العالم دعا هذا المنتدى إلى دعم الفئات المهمشة و ذوي الهمم و دمجهم في مجتمعاتهم التوصية الثانية هي أهمية تعاون الدول و الشعوب من أجل أن تصل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية إلى الجميع من أجل مستقبل يقوم على التعاون و نبذ العنف و اعتماد الحوار في العلاقات بين الأمم و الشعوب و أكد المشاركين أن التجربة الإماراتية في التسامح و التعايش و ما تحتويه من ثراء و نوايا لدعم الإنسانية التوصية الثالثة وهي مهمة حقيقة التأثير الإيجابي للقيم الإنسانية في كل المجتمعات و أثارها في تحقيق الازدهار و العدالة و القضاء على العنصرية بين البشر على أساس ديني أو عرقي أو مجتمعي نعم خي ياسر يعني جلسات العمل و النقاشات و الندوات على ماذا تم التركيز بشكل مباشر و أيضا عنوين هذه الجلسات تم التركيز على جميع فئات المجتمع بحيث أن هناك كانت جلسات أو كانت هناك فعاليات و أنشطة للشباب و أهم هذه الفعاليات هو المنتدى العالمي اللي هو منتدى العالمي للأخوة الإنسانية بعيون شبابية و هناك أيضا أطلقنا مبادرة مهمة بعنوان فرسان الأخوة الإنسانية وسلسلة من البرامج التدريبية مثل الحلقات النقاشية لطلبة الجامعات و المدارس أتحدث عن برامج مشتركة كثيرة مع الحكومة الاتحادية للدولة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة الحكومة حاضنتهم للتسامح و أخيرا أود التأكيد على أن المجتمع العربي و المجتمع الدولي تفاعلوا معنا بشكل جميل و كبير في مجال خاصة مشاهير الفن و مشاهير الإعلام و مشاركاتهم الجميلة و لا أنسى نقطة اللي هو دور المحترفين لكرة القدم أيضا جاءت يعني إطلاق هذه الدورة اللي كانت في أربع فبراير نفسه اليوم العالمي نعم الأخوة الإنسانية تحت مسمى أسبوع الأخوة الإنسانية أيضا أتمنى لكم توفيق الكل تابع هذا المهرجان و فعالياتي المتميزة و المختلفة و رسالتي السامية للعالم أجمع ياسر القرقاوي مدير دارة البرامج و الشركات في وزارة التسامح و التعايش شكرا لانضمامك لنشرت علوم الدارة شكرا لانضمامك لنشرت علوم الدارة